اليوم في الدوري المصري الممتاز مبريات كبيرة ومهمة الاهلي يفوز في اللحظات الاخيرة الزمالك يحقق انتصار كبير على حرس الحدود واخيرا الاسماعيلي بيفوز الاخيرا الاسماعيلي بيحصد ثلاث نقاط نبدأ بيه النادي الاهلي ونتعاو نبدأ بحاجة تانية تعاو نبدأ بحاجة تانية فيش دوري في العالم فيش اندية في العالم حدث عن دوري يعني يبقى فيه خمس سبع تغييرات في المدربين فأول ثمان جولات بمعدل تقريبا مدرب راحل عن فريقه كل جولة في الدوري المصري بمعدل مدرب راحل عن فريقه كل جولة في الدوري المصري ده شيء لا يصدقه عقل ده شيء لا يصدقه عقل مش منطقي مش مفهوم ماينفعش وهزار احنا لو بنتكلم في 34 جولة في الدوري فاحنا نتحدث عن معدل تقريبا من 32 إلى 34 هيمشوا على آخر الدوري يا جماعة ده كلام مش ناس محترفة مش منطقي يعني على فكرة انا لا قلوم اضغط الاندية ان هم مشوا المدرب لا ما ممكن فعل المدرب يبقى غير موفق فمضطرة ماشية عشان في القيتي ما تروحش بداهي أكتر مش كون المدربين مشوا بالطريقة دي يعني مش كون المدربين كانوا سايقين قوي كده عشان يمشوا بس على فرض ان هو سايق قوي فمش هو أحراك مش اللي بتختار من الأول يا انت اخترت غلط يا انت معيدك غلط يا انت اختياراتك غلط يا انت ما بتفكرش صح يا انت ما بتدرش صح فما بتفهمش يا جماعة ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش اصل انت عشان تحافظ على استقرار فريقك اي مدرب في العالم بيحتاج فترة من الزمن عشان يحط شغله فانت تيجي اول مطشين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تماشيني ما ينفعش انت كده بتدر بفريقك قبل ما بتدر بالمدرب اللي بتمشي عشان كده المدرب بيقضي ليفه على أندية تانية وبتفضل الحكاية ماشية زي ما انتوا عارفين والحكاية بتبقى ماشية ازاي مستحيل هيبقى فيه دوري قوي دوري محترم وفيه الطريقة دي في التعامل مع المدربين او التفكير في الأندية مستحيل مستحيل أبدا تخيل انت كفريق عندك لعبين مثلا مثلا يعني بيشتغلوا بطريقة دفاعية وبطريقة هجومية بيشتغلوا بطريقة ليعلقة بنقل الكرة من تحت على الأرض في فرقة تانية المدرب كان معلمهم أنهم يلعبوا كرات طولية مدرب عمالي يحفص في لعيبة يحفص في لعيبة يحفص في لعيبة وفجأة جبت لهم مدرب تاني خاص زي بالمناسبة النهاردة بالمناسبة كابتالي أبجال عمل مباراة كبيرة جدا قدام النادي الأهل كبيرة جدا قدام النادي الأهل مع فرقه بس أصلا أصلا كان معاك مدرب الميدا مدرب دفاعي جدا حريص جدا دفاعيا وبيعتمد على التنظيم الدفاعي جدا فجبت مدرب يعتمد جدا على الهجوم فجأة بغض النظر عن مباراة النهاردة اللي برضو قدها كويس كابتال عاب جلال مع فرقه بس هيا الفكرة وانتوا بتختاروا على الأساس ايه وبتمشوا على الأساس ايه والميدا ده مسك كان قاعد بالو موسم ونص مع فرقه تم ما كان مشي قبل بداية الموسم بدل ما يمشي بعد تم المباراة لو أسلوب لعبه اللي فيها تعادلات أو فيها حرصة فاعي مش عاجباك مثلا ده على سبيل المثال عشان بجيبقى شكلام موجه لفرقه يعني النهاردة ينبي من مشي الكابتال أحمد كشري طب ما الكابتال أحمد كشري كان له نتائج سلبية ولها أيضا نتائج إيكابية طب ما هو إنبي ده نفسه اللي مشى العناصر الأساسية المهمة في الفريق زي محمود جاد زي إبوكا زي مصطفى شلبي العناصر التيل اللي في الفريق طب انت مستني من المدرب الجديد من أول سبع تمن مباريات يعمل لك تغير تام في الفريق مش يحصل عشان تمشيت الأحمداء الأساسية أصل فهو محتاج وقت عشان يعمل أحمداء أساسية غيرها ده على سبيل المثال برضو وليس الحصر هي أزمة في كل الأندية بصراحة كل الأندية مين المدربين اللي مشوا خلال أول ثماني جوالات كابتن علي عبدالعيل أول الرحلين عن طلاق الجيش بعد ثلاث جوالات وبعد كده الكابتن محمد يوسف تولى بدلا منه ده بعد ثلاث جوالات اللي بعده نونو ألميدا مشي من فاركو بعد سبع جوالات وتولى بدلا منه كابتن إيهاب جلال إيهاب جلال بقى اللي تولى تدريب فاركو كان مشي من تدريب المصري بعد أربع جوالات فقط وتولى بدلا منه طريق سليمان مؤقتا ثم كابتن حسام حسن أنت متخيل عمين نعمل كده في المدربين خالد جلال رحل عن تدريب البنك الأهلي بعد خمس جوالات وتولى بدلا منه حلمي تولان بالمناسبة وقف هنا بقى أنا بحترم جدا جدا إدارة البنك الأهلي بحترم جدا إدارة البنك الأهلي بس أنت أصلا كان عندك شكوك في كابتن خالد جلال من نهاية الموسم اللي فات أصلا والكلام على كابتن حلمي تولان كان بيتقال من نهاية الموسم اللي فات تم أنت أصلا شاك في كابتن يعني شاكك في مهمة الكابتن خالد جلال في تدريب الفريق في الموسم الجديد ما تمشي بعد نهاية الموسم اللي فات وهاتمدرب اشتغل مع الفريق قبل بداية الموسم ومعسكرات وشغل ووا 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 ويخش معه من أول الموسم ليه تدي فرصة في نص نص ايه اول الموسم رحمة الرحمن كابتل خالد جلال خالد الفريق هب بعد خمس مطشط يمشي تما انت كان في نيتك انك تمشي او بلاش في نيتك كنت شاكك انه يقدر يكمل المشوار مع الفريق تما من الاول مثلا يعني وكابتل الحامل تقول اسمي بيتردد من الموسم اللي فات من اول ما مشي من ايه من الموسم اللي فات انه هو لا يتولى تدريب البنك الاهل نيه كان اخوان قلوس جريده رحل عن تدريب الاسماعيلي بعد ست جوالات وتولى بدلا منه اهاب جلال علما علما ان دي النية اللي كانت عند المهانسيح يكون رئيس النادي لما فكر انه يبقى في العقد بتاع جريده لو خسر اول تلات مباراة يمشي عن الفريق يعني كده كده لو انت هكدت هتعمل نتاج سلبية في اول الموسم انت هتمشي فيه كده بغض النظر ان الكابتل ايمن جمل النهاردة هقفوز مهمة على امبي يفوق الاسماعيلي شوية ونصيح يكون يقال ان الكابتل ايمن الجمل هيكمل مع الفريق هيكمل لحد امتى هقولك انا هيكمل لحد امتى الكابتل ايمن الجمل هيكمل لحد ما يخسر يعطون ما هو بيكسب هو مكمل رسم لنهاية الموسم بس ما فيش حاجة اسمها لنهاية الموسم عندنا هو انت مكمل لحد ما تخسلك مطشين تلاتة وراء بعض ونشوف واحد غيرك وهاكذا تستمر الحكاية اللي بعده زي ما قلت لكم الكابتل احمد كوشي راحل النهاردة عن تدريب امبي بعد 8 جوالات والتولى بدلا منه هاني عبدالله الكابتل الربيع عيسين راحل عن تدريب اسوان بعد 3 جوالات فقط والتولى بدلا منه ايمن الرمادي والمناسبة الكابتل الربيع عيسين فاول 3 مباريات كان عامل مباريات جاية كان عامل مباريات جاية بس كان عامل مباريات جاية فانا لو ادارة نادي هشوف هل الفريق ماشي كويس وماشي كورة وكويس ولا ليه عشان النتائج كده كده هتيج كده كده هتيج عشان لما بتغير يعني هوا مثلا وكابتن رابيه عسين مش وجي كابتن ايمان الرمادي وهو مدرب محترم ايضا جدا النتائج اختلفت كتير لا بسيب الراجل اللي كان بيشتر مثلا يعني برضو ده على سبيل المثال لا اتحدث عن اسوان بحالة خاصة ليه ماشي